السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو في حلقة جديدة ومعاكو تامر لو انت عاوز تعمل نسخة احتياطية من جهات الاتصال عليك ان انت تفتح تطبيق جهات الاتصال وتروح على الثلاث شرط اللي في الجم وبعد كده تضغط على ادارة جهات الاتصال وبعد كده تختار استراض جهات الاتصال او تصديرها تضغط عليها وبعد كده هنختار كلمة تصدير وهو هنا بيخيرنا احنا هنصدر الاسماء خلال الوحدة التخزين الداخلية او بطاقة الاس دي ولا بطاقة الصيم طبعا هنقول له وحدة التخزين الداخلية تمام ونقول له تصدير ونقول له سماح وهو دلوقتي بيعمل عملية التصدير والموضوع زي ما انتم شايفين ما اخدش اي وقت خالص وبعد كده هنروح لبرنامج ملفاتي ونروح لوحدة التخزين الداخلية وحنشوف فين جهات الاتصال اللي تضافت هنلاقيها موجودة هنا اللي هي دي زي ما احنا شايفينها كده بالزبط طبعا ممكن تاخدها وتعمل لها نسخ وتروح على بطاقة الاس دي وطبعا هتنقلها في بطاقة الاس دي علشان لو انت عاوز تعمل فورمات للجهاز بتاعك وكمان تقدر تبعاتها طبعا جهات الاتصال موجودة هنا وممكن تعمل لها مشاركة وتبعاتها عن طريق البلوتوس او عن طريق الواتس ااب وفي نهاية الحلقة اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش اللايك اشتركوا في القناة